أعلن متحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن واشنطن تسعى لتقديم أسلحة إضافية لقوات المعارضة السورية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية وأوضح الكونوليل ستيف وارين أن هذا الدعم يأتي بعد التقدم الذي حققه تحالف قوى السورية الديمقراطية الأسبوع الماضي في معارك ضد التنظيم في بلدة الهول بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا ودفعت التطورات الميدانية الإدارة الأمريكية لاعتماد استراتيجية الدعم العسكري لجماعات من المعارضة السورية المسلحة التي تصفها بالمعتدلة بدلا من خيار تدريب مقاتلين خارج البلاد